السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حباب قلبي عاملين ايه ياربو كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون فيديو لسيدة ابدعت في تغيير دقرات بيتها بحاجات جميلة جدا ان شاء الله تستفادوا من الفيديو ده كتير في تغييرات كتيرة وحاجات جميلة جدا لفن تغيير دقرات البيت بحاجات بسيطة وسهلة عايز اقولكم من الاطباق والكبيات والكسات والحاجات دي هتعملي احلى دقرات عندك في قلبي البيت بجد الفيديو كله متعة من اوله الاخره بجد عايز اقولكم من اول دقيقة الاخر دقيقة هتتمتع فيه بجد وهتاخدوا منه افكار حلوة وهتخرجوا من الفيديو بافكار جميلة جدا بس طبعا حاب اقولكم لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي ياريت تشتركوا في القناة وتنوروا عائلتي الكبيرة وتفعلوا زرار الجرس بعد ما تعملوا اشتراك تفعلوا على الكل علشان يوصلوكم كل جديد مني وفضلا منكم حطوا اللايك للفيديو عشان استمر في الفيديوهات دي ان شاء الله وكمان مستنيا كومنتاتكم الجميلة ولايكاتكم الجميلة اللي زيكم زي ما انتوا شايفين كده اول حاجة طبعا انتوا شفتوا الدكور اللي هي عملته هنا كده ده ورد طبيعي باللون الاحمر خلته باللون الدهبي جابت اللي هو الاسبري اللي هو باللون الدهبي طبعا رشت كل الورد بقى زي ما انتوا شايفين لونه دهبي خلص وجابت كمان اللي هو البرونز الفضي ورشته كده على الورد وطبعا الورد كان لسه منشفش طبعا من الاسبري فطبعا عايز اقول لكم البرونز اللي اجا على الورد ده لزق فيه وبقى شكله طحفة بالشكل الجمالي ده طبعا بعد ما خلصته قطعت الورد كده زي ما انتوا شايفين بقت كل وردة لوحدها وحطتها في طبق بقى شكلها حلوة جدا وشكلها شيء جدا جدا يعني تحسوا كده ان هي متعتقة داخل فيها اللون الدهبي والأحمر بجد شكلها حلوة جدا جدا وسيلفر كمان باين فيها عايز اقول لكم كمان دي فكرة تانية من الكريستال وكمان عندها بولة كده زي ما انتوا شايفين كريستال كل اللي هي عملته مصد الشمع كريستال برونز هتوريكم كل الحاجات الحلوة دي سيما انتوا شايفين لزقت الكريستال على البولة وحطت عفيها ورد كده صناعي وبقى شكله حلو جدا وشكلها شيء جابتها لكم فكرة تانية ألبتها عن ناحية تانية وحطت فيها ميا وحطت فيها شمعدان هنا دي فكرة تانية من الكاس كاس عادي جدا وجابت كدكور كده برضو كريستال وكريستالات صغيرة عايز اقول لكم الكريستالات دي موجودة يعني متوفرة في جماع الدول وفي جماع الأنحاء يعني علشان لو حبيتوا تجيبوا منها هنا كده زي نظوم حاجة عاملة زي الكارورة هي كريستال حطتها من فوق كده علشان تفتحها يعني تقفل وتفتح منها عادي بسلاسة علشان لو هي مثلا هتشغل شمعدانة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده تكون شكلها حلو هنا كمان من ازاز زي ما انتوا شايفين جابت الازاز وجابت برضو الكريستال الفيديو بتاعنا مهاردة بيتميز بالكريستال والشمع وكله تقريبا دكورات من بيتك انت انت اللي بتعمليها جابت المراية وزي ما انتوا شايفين حددتها بالكريستال وباقت جميلة جدا حطتها في الحمام حطت فيها المسحوق والفغط كمان وحطت فيها حاجات جميلة بحيث ان يكون شكل الدكور بتاعك شكله حلو هنا كمان من صانية كبيرة او طبق كبير وبولة وكمان لولي ومسدس الشمع بتاعها حطت كده على الطبق الكبير دوت اللولي زي ما انتوا شايفين دايرا داير كده على الطباق وكمان عصانية وكمان بقى شكله دكور حلو جدا جدا حطت فيه الشوكولتات وكمان ممكن تحط فيه مكسرات ممكن تابدعي فيه بحاجات جميلة وبقى قل التكاليف من بيتك انت اطباق ولولي وكريستال وشمع كل دا انت اللي هتعملي بيدك هنا لو تلاحظوا برضو دا اللولي اللي هو الملون عشان لو ما فيش عندك اي حاجة يعني من اللي هو الفواتح تقدر تجيبي زي ما هي جابت كده وجابت الرش او الاسبري الدهبي رشته خالص وعملت بولة تانية زي ما انتوا شايفين برضو واداها نفس النتيجة اللي كانت عاملاها في الاولانية او في البولة الاولانية بشكل جميل جدا طبعا عايز اقولكو هي تستهل من هنا بجد احلى لايك لان الفيديو بجد كله متعة والجد هتستمتع منه بكل حاجة فيه طبعا دا بعد ما خلصت الحاجة بتاعتها بتوريكو تقدري تقدري تعملي فيها ايه هنا من الطبق حطت شمعدان وزي ما انتوا شايفين بتوريكو تقدري انت كمان تعملي فيها ايه هنا من صنية عادية برضو حاولتها لصنية جميلة جدا دهنتها باللون الابيض برضو دا اسبري بعد كده جابت اللون اللي هو الدهبي بس دا دهان مش اسبري وجابت كمان برونز وبعد ما دهنت حطت برونز على الدهان دا بقت الايدين بتاعتها باللون البرونز كده وكمان كلها باللون الابيض بجد بقى شكلها دكور حلو جدا هنا فكرة تانية برضو من زي نظام شوب كده كبير هو بتاع عصير يعني او فوزة على حسب ما انتوا بتساموها في الاماكن بتاعتكو حطت اساتك كده عليها وبعد كده اخدت رشتها بالاسبري الدهبي عايز اقولكو ان الاسبري دا ممكن يتغير معاك الفوضي لالوان موجود منه جميع الالوان بس احنا بنوريكو الفكرة وانتي طبعا هتبداعي وهتبقي متميزة في ابداعك وفي افكارك في بيتك بحاجات بسيطة انتي ممكن كنت تجيبيها بحاجات غالية شوفوا بقى شكل الفوضة بقى عامل ازاي طبعا بعد ما شالت الاستك منها الشكل الاستك اتحدد وبقت شكلها حلو تقدر بقى انك انتي تحطيها في المطبخ تحطيها في الريسبشن تحطيها في صالون تحطيها في غرفة نوم في حمام في اي مكان انتي حباه ولكن الفكرة بتاعتك انتي برضو ده شكلها كده بعد ما خلصتها فبتوريكو شكلها العام كويس جدا عامل ازاي هنا كمان من الورد الطبيعي جابت كده زي نظام كباية كريستال او فوزا كريستال وحددتها الاول باللزء وبعد كده عملتها بالبعد كده دهنتها بالغيراء زي ما انتو شايفين جاي لي كومنتات كتير متقوليش غيراء قولي غيراء اسمها غيراء تمام انا معيكو فدهنتها بالغيراء كده وبعد كده جابت البرونز ورشته عليها طبعا هي هتنشف وشالت كده اللزء بقى من عليها لها كانت محددة وبقت شكلها طحفة جدا وشكلها دكوري حلو بعد كده جابت اللزء العادي او لسلوطب العادي حددت كده حددته علشان طبعا الورد بتاعها او لزهور بتاعتها ما تقعش او ما تميلش زي ما انتو شايفين وطبعا حطت الورد كده وممكن كمان تحط مية من تحتها علشان الظهرة بتاعتها او الوردة بتاعتها ما تموتش وفي نفس الوقت يكون شكل دكور في قلب البيت شكله حلو ومميز جدا هنا كمان زي ما انتو شايفين بنفس برضو الكسات او بنفس الكبيات الازاز جابت عارفين الخلة اللي هي بتاعت الشيش طوق رشتها كده باللون الدهبي وجابت اللزء اللي هو باللون الدهبي برضو حددت من فوقه من تحت وبعد كده حطته على الكباية او على الكاز بقى شكله حلو جدا وقلبته حطت شمعدان وحطت من جواه ورد او ظهر او ممكن تحطي شمعدان من جواه مش ممكن او لا ما ينفعش من فوق علشان خطر الخلة فيعن اقصد اقول لكم ان تقدري انك تنوعي في حاجاتك زي ما انت عايزة هنا نفس الفكرة اللي كانت عدت ولكن حبيت اجيبها لكم برضو عشان تاخدوا منها افكار حلوة ده من طبق عادي عملت في الفكرة الحلوة دي وبعد كده حطت شموع وبقى ركن حلو وكنسولة عليها دكورات حلوة جدا وبقى افكار سهلة وبسيطة تقدري انت بتستمتعي منها وتعملي منها في بيتك وانت قاعدة عايزة اقول لكم كمان انه ممكن ده يبقى مشروع بسيط ليكي تعملي الحاجات دي كمشروع هنا جابت كساد وجابت نفس الصينية الازاز طبعا دي مادة بتلزق الاول وبعد كده ثبتتها بشمع وحطتها بالشكل الجميل والخروفة وكمان كرستلات صغيرة كده حطتها على المراية بقى جد عايزة اقول لكم بقى شكلها طحفة يعني مثلا لو انت عروسة بقى وممكن تعمليها في صالون او تعمليها في ريسبشن كمان بتبقى شكلها حلو بجد هنا كمان انتو عارفين اللي هو الشريط اللي هو الستان الناشف هي جابت الشريط الستان الناشف وقطعت منه حطة ولزقتهم على بعض وبعد كده جابت زي نظام كريستال هي ملزقة في بعضه بقى شكله حلو جدا بيمسك بقى بكت حطوه في شكل دكور كده او بتخليه يمسك في المناديل بتاعة الصفرة بتدي شكل جمالي برضو عندك على الصفرة كل ده باعمالها اليدوية هي بجد سيدة مبتكرة وبجد فنانة في دكورات بيتها ودكورات تغيير الشقة هنا كده من كورة يعني اكيد الكورة دي موجودة برضو في الاسواق رشتها كانت بالالوانها عاملة زي رشتها باللون السيلفر بقت شكلها شكل دكوري برضو حلو جدا تقدر انك تحطيها في الاركان عندك ممكن في غرف النوم ممكن في الصالون برضو كنوع دكور ممكن على بوفي او على بار زي ما تحبي طبعا يعني مش شرط نفس الشكل ده ولكن ممكن انت يكون عندك قطعة دكور او قطعة لعبة صغيرة بتاعة اطفال فيها حاجات يعني تدل مثلا ان هي تتغير يتعامل لها قاعدة تدوير تقدر انك تعملي كده هنا من فوزة برضو بسيطة دهنتها زي ما انتو شايفين غيراء برضو وجايبت عارفين اللي هو الكريستالات الصغيرة او اللول الصغير خلص اللي هو لونه عامل زي الإزاز ده بعد ما عامت الغيراء رشتوا عليه بقت شكلها بالشكل ده وحطت فيها واني نفس برضو الفكرة بس دي على شكل فوزة اخد دوران حطت فيها كده شمعدين بقت شكلها حلو تقدر برضو تأبداي تحطيها بقى في اي مكان هي حطتها في الطويلت وبتورها لكم هنا بقى كانت بتعمل ركن الشاي او كورنر زي ما انتو شايفين حطت برضو ستانية وحطت بقى الحاجات الجميلة الشوكولتوت والحاجات الجميلة دي كفكرة فبتوريكوا يعني تقدر انك انت تبداي كده لأولادك او لزوجك او في بيتك بالحاجات الحلوة دي بالبسكوت بالحاجات الجميلة دي وفي نفس الوقت بتدي شكل دكوري حلو جدا عشان يفتح النفس كده عايز اقول لكم لو انتم وصلتوا لحدات هنا من الفيديو ياريت تحطولها اللايك للفيديو لان بجد بجد هي تستاهل منكم احلى لايك وكمان عشان استمر معيك ونزل لكم احدث واجدة الدكورات واحدث الحاجات الجميلة اللي تقدر تغير بيها دكورات بيتك وعفش بيتك وحاجات بيتك بقى قلل التكاليف في بيتك انت زي ما انتو شايفين كده هنا بقى من بولا بولا برضو لونها ابيض خالص جابت كده اللزق وجابت مسدس الشمع وجابت اللي هو ده برونز برضو هو بيبقى سلك بس معمول عليه برونز كده موجود في المكاتب تقدري برضو ان كنتي تحطيه على البولا كده زي ما انتو شايفين وعملت لها شكل دكور حلو جدا جدا زي ما انتو شايفين طبعا غير من شكلها غير من شكل الدكور عايز اقول لكم الدكورات دي تروح تجيبيها من المحلات بره بشيء وشويات اكيد انتو عارفين كده يعني هنا كمان من فازات او كبيات ازاز جابت الاساتيك زي ما انتو شايفين عملت كده الاساتيك واحدة بالعرض واحدة بالطول زي ما انتو شايفين اي شكل انتو حابينه طبعا داير 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 وبعد كده رشتها باللون الدهبي واستنت لما تنشف وشالتها وبقت شكلها تحفة بجد بقت شكلها فوزة وشكلها تحفة 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 هنا برضو جابت اللولي ومشت كده على الكريستالة وحطت من تحت كباية برضو بقى شكلها حلو جدا حطت فيها ورد بجد دي برضو فكرة حلوة جدا او زي ما هي عملت كده تقدر تشيل الورد وتحطي شمعدين تحطي كورد اي حاجة شوفو هي حطت ميا كمان وحطت شمعدين بجد شكلها حلو هنا من ثلاثة اكواب او من ثلاث كريستالات اقصد يعني ازاز وطبق عملت برضو الكريستال وهتجيب الكباية هتحطها على الطبق دوت وجابت كباية تانية حطتها فوقها وبعد كده عملت طبق تاني وهتحطه فوق منه وبقت زي نظوم شيالة كده حلوة تقدر ان هي تحط من عليها شمع بقى تحط عليها اي دكور عندك انت عايزها مش عايز تحطي عليها حاجة وتحطيها كده كانت دكور عندك في البيت تقدري برضو ده شكل رابع او خامس او سادس مش فاكرة بصراحة بس جابت هنا برضو الكريستالات وعملتها في الميا وعملت من تحت كده من فوق استراس وبعد كده زي ما انتم شايفين حطت الميا وحطت الشمعدين بجد شابوليها وجميل جميل جدا بجد شكلها حلو جدا وعجبتني برضو فكرة الميا دي عايزين بقى بجد نحط اللايك وكمان لو انت مش مشتركة تشتركي في القناة علشان يوصل لك كل جديد من يلا لو انت مش مشترك اشتركي وتأكدي من تفعيل زر الجرس علشان لو انت مش عاملة زر الجرس اللي جنب اشترك مش هيجيلك الفيديوهات بتاعتي هنا برضو بنفس الفكرة وجابت فيونك حطتها باللون الاحمر وحطت غزالة من جوه كده زي ما انتم شايفين وبعد كده ملتها ميا وبعد كده حطت الشمعدين بقى شكلها حلو جدا جدا هنا كمان علب توابل علب يعني كانت قديمة شوية او الغطى بتاعها كان قديم دهنته غراء وبعد كده حطت البرونز وبعد كده حطت كنوع دكور من عندها من فوق بقى غطى العلبة بقى شكله حلو جدا جدا وشوفوا يعني العلبة تغيرت 24 درجة من حلوتها هي بتوريكوا في المطبخ شكلها عامل ازاي بس كده يا حباب قلبي بقى انا حبيت كده ان انا اجيب لكم اه نهاية الفيديو الدكورات بتاعتها اللي هي اه عملتها او اه مقطع بسيط من اه من بيتها وحاجاتها الجميلة اللي هي عملاها يارب يكون الفيديو عجبكم ويكون نال اعجابكم والسيدة الحلوة دي تكون عجبتكم النهاردة اشوفكم اه الفيديو الجاي وفرعات الله وحفظه ومع السلامة اشتركوا في القناة